سائل يسأل يقول أمري ثلاثة وعشرون سنة ومدرس لغة فرنسي هل يجوز أن أعطي درسا لبنت في أولى ثنوي مع أختها في ستة ابتداء مع العلم أن أباهم مسافر للسعودية وأمهم التي معنا في المنزل هذا سيؤدي إلى فتنة والخلوة وإن كانت تنتفي بوجود امرأتين معا في مجلس واحد لكن بالاستمرارية ستؤدي هذه المجالس إلى فتنة فأنت في سن مراهقة والفتاة كذلك وأمهم غائب زوجها غائب أيضا فهذه كانت حالة عابرة شخص يعني الخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى لكن هذا سيؤدي إلى فساد والله لا يحب الفساد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء